أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر أصبح جزءا من برنامج الحكومة الجديدة بعد وضع ملف البيئة والمناخ تحت هدف الأمن القومي المصري وخلال ترأسها الاجتماع الثاني للجنة الخاصة بتسيير المشروع أشارت إلى دوره في تقديم الدعم والأرشاد في تنفيذ مشروعات المناخ ليعد نقطة فارقة في تمويل هذا النوع من المشروعات وأعلنت الوزيرة عن تزايد التمويلات الخاصة بالمناخ في التخفيف والتكيف لفتة إلى أن الوفاء بالالتزامات الوطنية والدولية يتطلب فريقا قادرا على إدارتها بشكل فعال وطنية ترجمة نانسي قنقر